قبل ما نتكلم عن الفريق واستعداداته لمباراة المصري هنروح نتكلم عن مونديال الأندية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي للمرة التامنة في تاريخ هذه البطولة هذه البطولة بيشارك فيها الكبار والأبطال في كل القرات ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر استفتاء عن أفضل جناح عربي في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة تصدر حسين الشحات نجم النادي الأهلي القائمة وينافس حسين الشحات لاعب النادي الأهلي كل من سالم الدوسري لاعب فريق الهلال السعودي والحسوني جناح فريق الوداد البيضاوي المغربي على أفضل جناح عربي في بطولة كأس العالم للأندية تصدر حسين الشحات استفتاء أفضل جناح أيمن عربي في كأس العالم للأندية بنسبة 57.5% من الأصوات ومن خلفه سالم الدوسري بنسبة 39.8% وأخيرا أيمن الحسوني برصيد 2.8% والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين حاجة جميلة جدا جدا دايما أي حاجة فيها جمهور النادي الأهلي هي اللي بتكسب زي ما قلت لحضراتكم دائما الرهان على جمهور النادي الأهلي كسبان خلي بالحضراتكم لسه الاستفتاء مستمر يعني هذه النسبة 57% احنا عايزينها تعلم ما تقلش ان شاء الله خلال الوقت اللي جاي تكون حسين الشحات يفضل متصدر هذا الاستفتاء ويفوز بأفضل لعب اعتقد الحاجات دي من الناحية النفسية بتساعد اللاعبين على انهم يرجعوا بسرعة حسين الحياة كمان خلال الفترة الأخيرة ماشي بشكل جيد الفترة الأخيرة تحديدا حسين الشحات ماشي بشكل جيد ربنا يكرمهم جميعا كل اللاعبين ويبعد عنهم الإصابات خلال الفترة اللي جاية لانها فترة صعبة جدا ثلاث مباريات ان شاء الله تبدأ بالمصري ثم سموحة في كاس مصر في قبل نهاية كاس مصر ثم الزمالك ثم البنك الأهلي ليسافر النادي الأهلي بعدها لكأس العالم للأندية زي ما حضراتكم شايفين كابتن حسين كابتن سالم كابتن أيمن هذا السلسي على تويتر الحقيقة وما زال الاستفتاء مستمر